مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تستمر درجة الحرارة يوم الأحد أعلى من معدلاتها والطقس مستقر بوجه عام لكن كون الرياح شرقية فبتزيد من الشعور والإحساس بالبرود وبالتالي الأجواء باردة نسبيا خاصة في المساء والليل وفي ساعات الصباح الباكر مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة تكون تحت تأثير كتلة وإياذا درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل يوم الأحد لكن الاثنين إن شاء الله في انخفاض على درجات الحرارة لكن هذا الانخفاض قليل أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 10 درجات مئوية والرطوبة النسبية 79% أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد درجات الحرارة أعلى من المعدلات أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الحرارة غضمة 16-17 درجة مئوية والصغرى بتكون الأجواء أثناء الليل باردة وبالتالي باردة نسبيا إلى باردة والصغرى بحدود 9 درجات مئوية أما الاثنين والثلاثة يوم الاثنين انخفاض على درجات الحرارة بحيث تكون حول المعدل أو أقل من المعدل بقليل الأجواء غائمة جزئيا يوم الاثنين في فرصة ضعيفة لبعض الأمطار المتفرقة في شمال المملكة يوم الاثنين لكن بقية المناطق لا يوجد تقريبا أو تضعف فرص الأمطار بشكل كبير جدا في المناطق الوسطى وبقية المناطق والعظمى بتكون بحدود 14 درجة الأجواء أثناء الليل بتكون باردة والصغرى 8 درجات الثلاثة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا العظمى 14 درجة هذا أثناء النهار لكن أثناء الليل الأجواء باردة والصغرى 8 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة ليوم الأحد إربط 19-11 أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة عجلون غائمة جزئيا 19-9 جرش 19-10 والمفرق 18-8 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 17-9 مأدبة 16-9 عمان 16-9 البحر الميت 23-16 والزرقاء 19-8 درجات مئوية لكن زي ما حكيت كون الرياح الشرقية تزيد من الشعور والإحساس بالبرود المناطق الجنوبية أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا الكرك 17-9 الطفيلة 16-9 الشراح 15-7 ومعان 20-8 والعقبة 24 إلى 4 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية أيضا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا تقريبا الحرارة أعلى من المعدل في النهار تكون بحدود الـ 20 درجة لكن الأجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلا الأزرق 28 الصفاوي 27 وأرويشد 20 إلى 5 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن LG الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري شكرا للمتابعة شكرا للمتابعة